السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج الأسئلة رح أحلها اليوم انتحنوا بيها طالباتي مادة الأدب يعني اللغة العربية للصف الثالث متوسط انتحنوا بيها وحبيت أن أنشرها لكم طبعا الأدب والإملاء والإنشاء القواعد ما حبيت أن أنشرها لأن أسئلة جايبين بسيطة كل شمال الميزان الصرفي والمصادر وهس أنشرها على المنتدى وعلى قناتي على التليقرام بس هاي حبيت أن أنشر الأدب استفادوا من عنده عني 30 درجة مثل ما قلت لكم انتحنوا بيها اليوم طالباتي فهذه حتى للتمهيدي أقرأ عليه يلا عيني الأدب يقول لك ألف هذه سؤال الثالث أدب شاعر عراقي لقبه بشاعر العربي الأكبر وبنهر العراق الثالث من هو اذكري اسمه واذكري عنوان القصيدة واكتبي أربعة أبيات من قصيدة يلا عيني طبعا هي الوزارية ما يجبون أربعة أبيات يجبون ثلاثة أبيات فهذه المدرسة جايبين أربعة أبيات يقول من هو شاعر عراقي لقبه بشاعر العربي الأكبر وبنهر العراق الثالث هو الجواهري شي اسم قصيدة يا دجلة الخير تكتبون أربعة أبيات با املأ الفراغات التالية بما يناسبها لخمسة فقط أولا تميز شعر الرصافي بشنية فراغ وفراغ شعر الرصافي تميزت تكتمون الفراغ الأول رصانة الإسلوب ومتانة اللغة رصانة الإسلوب ومتانة اللغة اثنيا تعد قصيدة أحمد صافي النجفي ذات هدف فراغ وفراغ سياسي واجتماعي سياسي واجتماعي ثلاثة الشاعر إليا أبو ماضي نشر أول قصائده في مجلة تدعى الزهور مجلة تدعى الزهور أربعة من شعراء العصور المتأخرة أنتوا بكيفكم شنو شعراء العصور المتأخرة عندنا صفي الدين الحلي صفي الدين الحلي وابن خلدون يلا عيني هاي الفراغات حلينا ها سؤال الثالث فرع جيم جايبين ألف وباقوا جيم ما من المعنى اللغة ولي اثنيا فقط طبعا معاني بالقصائد رثة اللي هي شي سموها قديمة بالية ضمآن عطشانا الروح جبريل عليه السلام يلا يا الله سؤال الرابع علل أدبيا تعاليل يلا عيني استفادوا تعاليل يقول لي هنا ثلاثة جابون على اثنين راح أحلها كلها عدى العصر الأموي عصر الخطابة الذهبي شنقول فضلا عن ازدهار فن الخطابة تضاعف في هذا يعني الحاجة إلى فنونه كلها اثنين نفى أحمد شوقي إلى اسبانيا هذه صفحة 23 خلينا نطلحها شوفكم نفى أحمد شوقي إلى اسبانيا كاتب أنا عليها صفحة 23 وهنا صفحة 23 هذه شفوه هذا شنقول الحل نقول نفى إلى اسبانيا في عام 1915 فقد أتاح له هذا النفي فرصة الاطلاع على الحضارة الأندوليسية الحد الأندوليسية هذا لما يقول لي نفى هذا الشاعر أحمد شوقي الحد يا هو الأندوليسية شنو عندي بعد ثلاثة يعود العصر العباسي من أطول العصور الأدبية العصر العباسي من أطول العصور الأدبية هذه صفحة 20 فياتة هذا يقول لي يعود العصر العباسي من أطول العصور الأدبية شنقول نقول التي رافقت نمو الأدب وتطوره فظهرت فنون جديدة مثل الشعر التعليم والشعر الصوفي والشعر الطرد وغير ذلك هذن الشعراء هاي يقول لي عد العصر من أطول العصور الأدبية منها رافقت نمو الأدب وتطوره فظهرت فنون جديدة مثل الشعر التعليم والصوفي وشعر الطرد زين ما هي عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث عددها هي تهائعة أوامل النهضة يعني جاي بي بس تعداد أنا جبت بالمرشحات عدتها مع شرح واحدة منها هذه صفحة 21 حملة نابليون على مصر 1798 شرحون هذه بسيطة البعثات العلمية المدارس الصحافة الطباعة وحركة التأليف والترجمة شنو بعد انسي بالمؤلفات التالية إلى أصحابها المؤلفات التالية نقول إلى أصحابها شنو يا عندنا مجنون ليلى هذه مجنون ليلى لحظة الأحمد شوقي المؤلفات طبعا مهمة يلا يوم مجنون ليلى أحمد شوقي زين حصاد السجن أحمد صاف النجفي وبريد العودة هذا الجواهري هذا الجواهري الإملاء سؤال الخامس ما نوع الهمزة في الكلمات التالية الإملاء عليه 10 درجات مع ذكر السبب لخمسة مما يأتي هذا أيمن الله همزة وصل أساعد همزة قطع ابتكرة همزة قطع أسعد همزة قطع أقبل همزة قطع ابن همزة وصل عيني زين الإنشاء جايبين موضوعين هذا ما للصحة وأن رشحت الصحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مجهولتان الصحة والأموان هذا إنشاء عن الصحة ثانيا قال الشاعر تذوق تنواع الشرابة فلم يزغى بحلقي أشهى من حلال المكاسب طبعا الصحة دائما يجيبوه بالوزارة وجابوه مدرساتنا إن شاء الله تستفاديتوا من هذه الأسئلة الأدب والإملاء والإنشاء وبالتوفيق